الحاجة الثانية وهي متعلقة بشفنا الصور واستخدام اسم الاندية او اسماء الاندية من خلال حسابات الفيفا عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك للاتحاد الدولي على الانستجرام حتى من خلال موقع الفيفا على اليوتيوب بنشوف تفاصيل كثيرة جدا تتعلق باسماء الاندية لما تعملت دايرة كبيرة باسماء الاندية كان النادي الاهلي دايما هو في الصدر في صدر الصورة وفي صدر اسماء الاندية اللي هتشارك في بطولة فيفا مونديال الاندية عشرين خمسة وعشرين نهاردة احنا جابين لحضراتكم معلومة مهمة جدا تتعلق باختصار اسماء الاندية ضمكم اهو من خلال الاتحاد الدولي ده خاص للترند الفيفا اعلن عن اختصار اسم كل نادي مشارك في كأس العالم للاندية لما تلاقي اسم الاهلي نازل اي اتش ال دا الاسم المختصر للنادي الاهلي اللي هينزل على نتائج المباريات استخدام اسم الاهلي على حسابات الفيفا على السوشيال ميديا ومن خلال كل الامور الترويجية اللي هستخدمها الفيفا في القرعة وفي كل الافنتات اللي هتتنظم حتى موعد انطلاق البطولة في منتصف شهر يونيو من العام المقبل طبعا الاسماء دا هتستخدم في النسخة القصيرة والثلاثية اشكال مختلفة على حسابات الفيفا على وصال التواصل الاجتماعي دا قدامكم هم دا عدد الاندية المشاركة من الاتحاد الاسياوي الاتحاد الافريقي كونكاكاف الكونومنبول الفيفا اوكيانوسيا ودي طبعا الدايرة المستديرة اللي فيها اسم الاهل بيتصدر يعني الصفحة والصورة رقم واحد وده هنا متعلق خدوا بالكو كمان بالترتيب الابجادي الاهلي العين خدوا بالكو ويمشى بالطريقة دي لغاية لما توصل حرف الجي يوفينتوس الاسم الاخير للاندية المشاركة شكرا